اول وصفة معانا هنعمل صنية بطاطس بالكفتة صنية لذيذة جدا وسهلة وطعمها مختلف وجديد محتاجين لطبق صنية البطاطس بالكفتة بالجبنة والكفتة 3 حبيات كبار بطاطس مسلوقين يعني تقريبا كيلو لربع بطاطس مسلوقة كباية ونص جبنة مشكلة شيدر رومي موزاريلا او اللي موجودة عندنا المتاح كباية ونص جبنة موزاريلا او شيدر ورومي وللكفتة محتاجين كيلو لحمة مفرومة بصلة جبيرة مفرومة ناعم معلقة بهارات سبعة وملح وفلفل ده علشان خلطة الكفتة طيب للكفتة بقى كمان نفسها للخلطة اللي احنا هنحطها فوق الكفتة بصلة جبيرة مفرومة معلقة طم مفروم حبيتين طماطم متقشرين ومفرومين ناعم فلفل اخضر مكعبات فلفل شطة مكعبات ومحتاجين زيت معلقتين تلاتة زيت مش هنكتر الزيت هنا كده اول حاجة معانا المقادير اهي يا ريت نصور المقادير معانا بسم الله الرحمن الرحيم الشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم الملح بس ايه اول حاجة عايزين نجهز الكفتة بتاعتنا بنجيب الى الخلط بتاعنا الكابة الفوت بروسيسور بسم الله الرحمن الرحيم كده بالشكل ده ببدأ انزل معلقة معلقة ببدأ انزل معايا اللحمة المفرومة عليها انزل البصل معلقة بقسمات بقسمات بس للتماسك ممكن بدل البقسمات برغل يكون برغل منقوع معصور كويس السبع بوهرات وحط ملح وفلفل ومنكترش الملح عشان لسه في خلطة وهنحط فيها ملح والبطاطس هنحط فيها ملح بالشكل ده كده هبدأ اخلطهم كويس جدا موسيقى 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 خلاص كده جزت معايا خلطة الكفتة هبدأ اخدها طلعها تاني في الطبق بالشكل ده ناخد الكابة بقى كده نبعدها بسم الله الرحمن الرحيم نلبس الكلافز بتاعنا طبعا انا مشغلة الفرن مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى هنبدأ بقى نصبع الكفتة دي صوابع نعملها كور نعملها اي شكل دي كفتة كمان اي حد ممكن يعملها لوحدها بدون بطاطس وبدون اي حاجة كفتة مع طبق مكرونة وصلطة وبطاطس محمرة يبقى دي كده يوم للفطار هيبقى يوم برضو خفيف كده مش هايزين نطبخ فيه حاجات كتير نقدر نعملها بمنتهى السهولة كده انا معايا طاصة هنا على النار بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى حط زيت موسيقى الشكل ده موسيقى معلقتين زيت على النار موسيقى وابدأ اخد الكفتة دي بعد طبعا ما اعملتها وخلطت كل المكونات فيها هبدأ اصبعها كويس جدا بس لازم نسمغها كده مع بعض لو مش عايزين نحط بقسمات ممكن نضيف برغل نص كباية برغل ننقعها في مية لمدة نص ساعة بعد ان نعصرها كويس جدا جدا وبعد كده ننزلها بعد ما نعصرها نحطها في اللحمة ونفرمها مع البصل ومع بقية المكونات اللي احنا حطناها التوابن والملح والفلفل كده بالشكل ده ببدأ اعمل صوابع هتوصل عندي تبقى بالشكل ده تمام انا بعد ما صبعتها حطها في الطاصة فيها زيت وهبدأ على نار هادية الكفتة دي هتنزلني ميتها وبعد ما الكفتة تنزل ميتها وتشربها خلاص هتبقى معايا بالشكل ده ممكن نعملها كور صغيرة على فكرة هم ممكن كمال لو احنا عندنا اولاد ما بيكلوش منشتكي من موضوع انهما بيكلوش نقدر نشركهم نخليهم يخسلوا قديهم كويس جدا ويجوا كده نمسكهم كل واحد يمسك حطة لحمة كده يعملها بقى صباع يعملها كفتة يعملها كور براحته خالص دي بقى هتشجعه من هما يكل كده علشان ما ناخدش وقت انا كده خلاص عندي الكفتة هتوصل للمرحلة دي وإحنا مع بعض برضو هنسوي دول هنا هبدأ اخد بقى سوابع الكفتة دي بس اجيب لها ايه حاجة كده بالشكل بقى هبدأ اشيل الكفتة من الطاصة طبعا الكفتة هنا كده عندي مستوية تماما بالشكل ده اسيب الكفتة هنا كده على النار بس اغير الكلافز ده والبس كلافز نظيف بسم الله طبعا انا غيرته عشان بس حد هيسأل غيرته ليه لسه لبساه عشان انا مسكت باللحمة نية واللحمة نية دلوقتي طبعا هتعامل مع الاكل المستوي البطاطس بقى والكفتة همسكهم بأدية فلازم يا اما اغير الكلافز يا اما اخسل ايدي لو انا بشتغل بايدي من غير حاجة نشيل دول كده وراء بقى هنا معايا كده شايفين على نار هدية جدا هاخد بقى هجهز التدبيل اللي انا هحطها فوق الكفتة على البطاطس هنزل البصل واشوحوا كويس جدا مكان نفس الطاصة اللي انا سوت فيها الكفتة عشان انا عايزة الخلاصة المية بتاعة الكفتة اللي هتنزل بالطعم بتاعها كل الحاجات دي عايز هيطلعلي في التدبيلة اللي احنا هنعملها فوق الوش دي هزوت كده بس معلقة زيت والمعلقتين زيت هنا مقدار المواد الدهنية سواء سبنة زيت زبدة دي ما تروك لنا احنا لتقدرنا احنا يعني حاجة كده تبقى ايه بالسمس معانا واحنا شغالين بسم الله الرحمن الرحيم كده هو بالشكل ده هبدأ بس اشوحه مش عاوزها يعني يغير لونه انا عايزة بس يدبل وابدأ انزل عليه بقية المكونات هنا عندي القارب اللي انا هشتغل فيه على طوله معايا هنا البطاطس سخنة بسم الله الرحمن الرحيم البطاطس دي احنا لسه طفين عليها وسخنة بصوا ههرسها كده بالشكل ده اهو كده اهو الهرسة بتاعت الفول ما عنديش هرسة فول عندي الشوكة في البيت هتبقى برضو لطيفة جدا اهو الشكل ده اهو مضربهاش بقى في الكبة يعني مثلا ممكن حد يقولي ايه طب ما انا اسهل اخد البطاطس دي في الكبة لأ انا ما هرسهاش يعني ما حطهاش في الكبة لان الكبة معايا هتعمل لي عرق للبطاطس احنا مش عايزين يبقى فيها عرق خالص العرق اللي هو بحد يسأل يعني ايه عرق للبطاطس هتبقى بتمط كده نيجي ناكلها نلاقيها اكن فيها ايه بتمط احنا عايزين ناخد المطة دي من الجبنة اللي احنا هنحطها عليها دلوقتي هنا بس هياخد التوم بعد ما البصل دبل كده هاخد معلقة التوم عشان ندي طعم حل الفلفل اللغدر والفلفل الشطة طبعا اللي بيحب الشطة اوكي اللي ما بيحبهاش يقدر يستبعدها بس الايام دي اللي هو الفلفل اللغدر اللي شطة اللي موجود في السوق اللي هو المنفوخ ده شوية ما بيبقاش حامي قوي زي الفلفل اللي هو البلد الصغير الحامي يعني ده الحموم بتاعه اهدى شوية فحتى لو حطنا منه مش هنحس بيه قوي يعني مش هبقى فيه طعم شطة قوي يعني اللي عايز بقى شطة اكتر ممكن يحط هريسة ممكن لو الشطة البلدي دي موجودة يحط منها كده بالشكل ده هبدأ اخد عندي الطماطن بسم الله الرحمن الرحيم كده عايزاهم بس ياخدوا كده ايه غلوة مع بعضيهم بشوف هنا معايا الكفتة شايفين بصوا الكفتة على طول تغير لونها اهو كده اخدها بقى على كل اتجاه كده ونبدأ نقلب فيها طب انا هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هاخد الجبنة دي اللي عندي هاخد مقدار من الجبنة اهو كده بالشكل ده دي جبنة موزاريلا واذي جبنة شيدر الشيدر الحمرة دي كمان بيبقى طعمها جميل جدا وابدأ اتبل البطاطس بشوية ملح وفلفل ونتبل هنا الخلطة دي بشوية فلفل اسود البطاطس بتاخد مننا ملح شوية يعني نزود لها شوية لو معلقة نحط مثلا ايه؟ معلقتين صغيرين تمام هنا كده ونخلي بالنا لو هنحط انواع جبن لها ملح لها طعم في ملح زي الجبنة الرومي مثلا نبقى مقللين الملح لان الجبنة الرومي بتبقى حدقة اهو الشكل ده كده ببدأ اقلب الجبن كلها مع اهو مع البطاطس الشكل ده شايفين كده اهو؟ طعمها مميز وحلو جدا جدا الوصفة دي يعني اتمنى ان شاء الله تجربوها ويلا مستنية كل حبيبنا يتصلوا بينا على الارقام الزهرة عندكم على الشاشة ان شاء الله تشوفوها تتواصلوا معنا واي حد محتاج اي وصفة علشان عنده عزوم عايز يسأل عن اكلة معينة عاوز يعملها على الفطار يتصل بينا وان شاء الله هجاوبوا على كل اللي انتو عايزينه بازن الله هنا بالشكل ده كده ابدأ اقلب الخلطة دي كده ها اتفقنا احنا الفرن عندنا سخت بالشكل ده كده وهنا كمان الكفتة هبدأ بقى ااخد صوابع الكفتة اللي عندي دي ارصها ودخلها كده جوه البطاطس اللي عندنا في البرام او في القارب البيركس او في الصينية اللي احنا بنشتغل فيها اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو كده اللي هيطلع حتة بطاطس هيطلع معاها سبعة كفتة ولا سبعين كفتة مع طبعا طبق سلطة مع طبق مكرونة مسلوقة رز ابيض ولو طبق شربة وسلطة والله يبقى الموضوع كمان بيبقى ممتاز ما بنحتاجش لأي حاجة تانية جنبه واليوم يتقضى من ايام شهر رمضان احنا كل يوم بنطبخ وكل يوم عايز مننا اكل مختلف هنا هنا الكفتة دي انا عايز برضو الحق ان هي تاخد تسوية علشان نبدأ ننزلها معانا في الفورة خلاص الخلطة دي احنا مش عاوزين نسيبها على النار اكتر من كده وهنا دي كده خلاص هياخد صابع الكفتة دي كده كده لسه هتدخل وهتكمل كمان تسوية معانا في الفورة بسم الله الرحمن الرحيم انا ممكن اسيب دول هنا نحطهم فوق الوش لما تطلع من الفورة اهو كده ااخد بقى الخلطة اللي احنا عملناها دي احطها فوق وش الكفتة كده اهو وصفة لذيذة جدا ان شاء الله تعجبكوا قوي جربوها وبعتولي قولولي ايه الرأي يعني رأيكو فيها ايه في الطعم الجميل ده اهو كده معايش بلدي بقى يبقى حاجة جميلة جدا وعندي على الوش شوية جبنة كمان كده حاضر عايز اصبح النهاردة على استاذ سرجاني ولا استاذ سجائن ولا استاذ سيرفي 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 صباح الفل كل سنة وانت طيب وطبعا ما ننساش استاذنا الكبير استاذ طلعت ببعت له الف صباح يعني الف تحية وصباح كبير جدا جدا لأستاذ طلعت اه حط البطوص نبعت له سبعين كفتة كل سنة وانت طيبين تقم الاخراج كله استاذ ماجد طبعا بنقوله لو بتفرج علينا نقوله كل سنة وانت طيب بالشكل ده هروح بقى دخلها الفرن انا حطيتها على الوش بعد الخلطة شوية يعني مثلا ربع كوباية شيدرة وربع كوباية متزاريلا هندخلها على الفرن على طول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا في الفرن مش عايزاها تحمر خالص والجبنة تتلسع لأ عايزين هيضبكت جبنة تفك كده وتاخد لون دهبي خفيف كده هي خلاص يا كلها مستوية وانا هنا اللي معايا دول على النار هكمل تسويتهم على نار هادية جدا عشان لما تطلع من الفرن نحطوه مع الوش كده يبقى اللي يشوف الطبق يعرف ان ده في جواك وفتة موسيقى موسيقى موسيقى